الاهرام الصفحة الاولى المشير تنطوي يقرر وقف احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية في الاحوال العادية كنا نفرح جدا بالخبر ده طبعا هو ده توجه من المجلس العسكري يعني لو احنا تابعنا ورصدنا كل الخطوات اللي بيخدها المجلس العسكري في الاولة الاخيرة كلها بتصب في طار تأكيد على المبدئين اساسيين انه لا خصومة بين المجلس العسكري وبين الفئات الوطنية المختلفة والقوة السياسية بدليل انه لما اختلفنا حوالي الموضوع الانتخابات تفاهم المجلس العسكري وجلس مع الاحزاب والقوة السياسية وعدل القوانين الانتخابية لأكثر من مرة هذا تجاوب ألغى المادة الخامسة في النهاية في حوار احنا في حوار في حوار موجود طالما في حوار موجود وفي تجاوب وإذن في حسنية مفيش موقف عدائي مفيش تربص مفيش عداء للفئات والقوة الوطنية المختلفة هو محدش بالتاهم المجلس بالعداء والترابوس في نوع من التفاهم انه الكلام كان مطروح طب كان لازم مليونية عشان ده يحصل احنا كنا بكده نصرخ بالسنين علشان ناخد بند واحد يتغيره مكانتش بتغير وده كويس مده كويس ده عام الايابي اللي بحصل من المجلس العسكري في هذا الكلام عن المحاكمات العسكرية هذا قرار قرار مهم جدا بتاع المشير تنطوي انه مفيش ملاني الحاكم من محاكم عسكري الا في الجرائم الخاصة بالقضاء العسكري وده امر طبيعي مفيش حد يقدر يناكف في دولة وده يكلم وإلا بقى هدينا موسيسسنا لعسكري المصري اليوم الصفحة الاولى الجماعة الاسلامية انضم الى التحالف الديمقراطي وتترشح على 7% من مقاعد مجلس الشعب ده معروف انه بعد خروج حزب الوافد من التحالف الديمقراطي هناك اشكالية حادثة طبعا من حزب الوافد كان له ثقة له ولو تأثيره بالتأكيد ولو دوره لكن خروجه بالتأكيد عمل نوع من الخلل اعتقد حزب الحرية والعدالة نهاردة هو اللي بيقود هذا التحالف كان التحالف برأسين الوافد وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي الاخوان مسلمين لكن نهاردة اصبح عندنا فقط جناح واحد او رأس واحدة لادارة الحوار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي وهو حزب الحرية والعدالة واعتقد انه كثير من الاحزاب هتدخل وكثير من الاحزاب ايضا هتخرج في ضوء خروج الوافد وبالتالي احنا امام قعدة الغربلة اه ظهر 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 جديدة موجودة التحالفات نخوض الانتخابات بالتحالفات ده اللي بيكون متوفر اخر التحالف كان موجود سنة 87 بين حزب العمل وحزب الاحرار وجماعة الاخوان هي عموما هي النواية هتفرز لانه التحالفات هتظهر التوجهات فعلانه الناس مش تختلف كتير في التحالفات لألا انها لازم تبقى هداف وانتبقى واحدة خلينا برضو نتكلم عن اخر خبرين معنا وهما هم طبعا مرتبطين بالانتخابات هنقول انه الاخبار الصفحة الاولى فتح باب الترشيح لمجلس الشعب والشورى بعد غدن بعد بكرة والمصري يوم في الخارج هتظهرون للمطالبة بالحق في التصويت في الانتخابات ده من المصري اليوم الصفحة الثالثة وفتح باب الترشيح بعد بكرة يوم الاربع هيكون فيه لخبطة كبيرة جدا لانه حتى الان معظم التكتلات السياسية ما اظهرتش اتفاقها ما اعلنتش اتفاقها يعني كله جدل ومفاوضات حتى الان نحن لسه بنقرأ الخبر والجماعة الاسلامية تقرر اليوم يعني لسه بتبعت قويمها يعني امتى حيرتبوها من اللي هياخد رأس القوائم في المحافظات هنا في حالة من الجدل الكبيرة جدا الآن نهاردة كثير جدا من المرشحين سواء في القوائم أو على الفردي مش عارفينهم ما هيقدموا ايه يطرح يخدوهم في القوائم عشان يقدموش فردي ولا هيطر يقدم في قايمة عشان ما ينزلش فردي النهاردة فيه جدل كبير يعني الناس بتعدف اوراقها وباقي 48 ساعة لفتح باب الترشيح لكن حتى الان مفيش حد او الغالبية العظمى ما حدش عارفوا هيعمل ايه اللي مرتب نفسه ومرتب نفسه طيب والمصريون في الخارج هتدولون للمطالبة بالحق في التصويت في الانتخابات وما حدش بيرد علينا مش عارفين حق طبيعي وفتل للدستور ولازم كل مواطن مصري ايا كان مكانه في العالم لازم يمكن من التصويت واذا كان الكتلة الانتخابية عندنا في مصر 40 مليون ويكون عندنا عشرة برة اعتقد دول يوازل يعملوا توازل استاذ محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي اللي جريدت الاسبوع نورتنا ونتمنى نتقابل في زروق احسن من كده ان شاء الله طبعا مشاهدين ده مكملين فخراتنا معاكم في نهارك سعيد انتظرونا بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة